نبغيو نصائح عملية سامي يمكن يوم نحاولو ناخدو من أسرارك هل نضرو إن واحد القاعدة نضرو على القاعدة كيفاش نمسجو اللوينات او كيفاش نقدرو نختاروا اللوينات احنا متنعرفوش او لمعدناش واحد دير ايه بعالم الالوان كيفاش نقدر نزعم اللوينات ونمزج بيناتهم بنسبة للقاعدة اللولة بعدها هي من اللي يكون عندنا هاد المشكلة يعني ما عارفينش كيفاش غادي المسجول الالوان اول حاجة يعني من الافضل اننا نخدموه بعدها بلايباز اللي كيكونو في الوني وبالوان اللي هما استاندار يعني كنقدرو هنا غالبا هنا كنقدرو مثلا بالنسبة الفراش صالون او السيجور وممكن ديك ساعي لو بغينا ندخلو واحد لاكلها هي من الافضل انها تدخل في الزاكي سوار تدخل مثلا في البتكوسان تدخل في الكالدو يعني تدخل في دي زاكي سوار في حالكا غادي يكون احسن نعم وما غيكونش عندنا هاداك المشكل دي لان هاداك لسالون اولا هاداك لسيجور كيتمل يعني كنين في بعض الحالات اللي ممكن اننا بالنسبة لسالون موكا ممكن اننا نديروه كله غوز ولكن راكينوا واحد درجة دي الغوز اللي ممكن اننا نديروها ومن منملوهاش يعني كتبقى يعني كتبقى يعني ممكن اننا نمقوا مفرشين بها وكتشوفها كل نهار ما كتملهاش مكنين بعد الدرجات في الالوان يعني لسوبنا بهم ان سيجور او لان سالون اللي هما في الاول يعني كعتوا واحد بنسبة للسيدة اللي اختارت او لسيدة اللي فرشت دار ديالو ممكن ان في الاول كيكون داك الاختيار كيعجبوه كيبالوز وينو لكن مع المدة يعني كنقولو كيبدي كيبدي يتمل يعني ما الافضل ان هذه القاعدة الاولى ان نختاروا الوان اللي هم استانداخ ننديرو بهم مثلا نتصوبوا بهم لاباس ديالنا وليكوسان ونخليو بالنسبة للالوان الاخرى ندخلوه في ديزاكسسوار ندخلوهم مثلا في واحد الكوسان اللي يكون سنترال ممكن ندخلوه في في الكوسان او اللي يكون في الكوسان ويكون مال افضل ان يكون انا بخيمي بش يخرج لنا مع الوينات واحدين اخرين هادي بنتسبة النقطة النقطة التانية احتلحرنا في الدرجات ديال مثلا بغينا نصوبوا ان شامبه ديالوليدات اللي غاد يكون فيها الفير بيستاش فيها الوجون فيها الورنج مثلا ما عرفناش الدرجات كيف جديرين ممكن اننا نمشي وغير الواحد مثلا واحد الاكسسوار مثلا ايزار او تيدوغايل اللي ديجا مصوب اللي دخني في الالوان وهذوك الالوان اللي غاد ينلقاو في هذك الكوات او لفذك الودغاء ممكن ان منهم غاد ينخرجوا هذوك الوينات اللي غاد يندخلو في هذة الشامبة كذلك إذا بغينا نصوبوا في ان سيجور مثلا درنا العباس درناها بالباج و بغينا ندخلو الورنج و بغينا ندخلو مارن نقلبوا على اول حاجة على البتكوسان اللي غاد يكون امبريمي ودخلين في هذة الوينات ينفو نحطوه ره من هذوك الوينات اللي دخني في لكوسان نعرفو الدراجة اللي ممكن ان نديرو و غاد يكون واحد تناسو يعني لابغينا نخلصو في هذة المسألة سامي يخصنا اول حاجة نختارو لون يكون بارد ولون يعني خفيف و يكون لون واحد تنديرو منه لاباس كيما تنقولو نديرو منه الطلميطة و نديرو منه الخدية وتلعبوه في الاكسسوارات سواء كنلعبوه في الخدية الوسطانية كيما قلنا اولا تلعبوه في الخدية الصغار و كنختارو منها الوينات فاوتوماتيك من فاش كنخرجو الوينات كنرميه هنا و حدفة اللون و حدفة اللون و حدفة اللون و حدفة اللون كتبيلية ديك الحلاوات ديك المزيج للالوان اولا تلعبو لك هذه الخدية الاخرين اللي يمكنك الانخرين اللي يمكنكها و تلعبو لك الخدية لديك الفضاء و في نفس الوقت كيفما قلتلك كايت في هذه المرياج اللي يخصو يكون دي الالوان يعني أشمن فاغ اللي موكلين دير مع واحد الأورانج أو لا أشمن جون اللي ممكن أن ندخل معهم يعني كنهضروه هنا يعني من اللي كيكون عندنا واحد الفكرة أنه مثلا السيدة بغد دخل القري والبلو يعني كنين درجات اللي ممكن أن ندخلوا بعد يعني من الأفضل كنناخده في واحد القوسة هو كنستغل له يبيلنا هذا الفضاء وفي نفس الوقت كنناخده منه هما درجات اللي ممكن أن ندخلوا في هذا السالون اشتركوا في القناة